أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الطلاب في حلقة جديدة من الحلقات اللي عم نحكي فيها عن دورة البكالورية حاليا وصلنا على اليونيت 2 المتل ما أنا شايفين هون اليونيت 2 في الوحدة الثانية بالنسبة للدرس ميغريشن اللي هو الهجرة في هذا الدرس في بعض الأمور في بعض الأسئلة في بعض الشغلات اللي شايفينها أنتم هون هاي الشغلات ما كتير منهتم فيها مشان الوقت نحن يفترض على الطلاب يكون يعرفوا يترجموا هاي الكلمات الموجودة الأسئلة طبعا بتجي مثل ما ملاحظينا مثل الطريقة اللي بتجي هون بالفحص النهائي شرط يجي هذول الأسئلة كالعادة نحن حكينا أنه ما شرط يجي هذول الأسئلة الموجودين بهي تحت النص مفترض على الطلاب يكونوا حضروا الصفحة الموجودة هون واللي هي بيج تسعة في كتاب الاكتيفتي بيج تسعة بأكتاب الاكتيفتي واللي هي هون يفضل تحضروا بيج تسعة و بيج عشرة تكونوا حفظتوا الكلمات معاني الكلمات من اللغة الإنجليزية للغة العربية وأي كلمة بتعدي معكم بهذا النص اللي شايفونه يفترض أنه تعرفوا ترجموه النص بحكي عن هجرات طبعا مليونة 2 بالستودينت سبوك بتحكي عن هجرات البشر بسبب كوارث بسبب مجاعة وإلى آخره أما هون عم بيحكوا بشكل عام عن الحيوانات تجرة الحيوانات طبعا هذا النص راح نبلش بجملة جملة فيه نترجم الكلمات اللي موجودة وبنفس الوقت نحاول نشوف إذا فيه بعض الشغلات اللي ممكن تفيدنا في النص طبعا النص ممكن يجو منه كلمات مفقودة يشيلوا منه جمل يحطوك كلمات مفقودة ممكن يجي كنص علي أسئلة أكيد فكالعادة الإنجليزي هو يعني من المواد الفي مرونة فيني أستعملوا بعدة طرق بعدة أشكال وهذا هو أحد الأشكال اللي قلت لكم عليه إنه هذا النص ما شرط يجي كنص طيب الجملة الأولى هي الجملة العادة اللي بنتهو بنقطة مثل ما لكم شايفين فالحد هون تهت النقطة الجملة الأولى هي الجملة الأولى عندما نحن نتحدث عن هجرة الحيوان أو الحيوانات ممكن أحد الحيوانات عم نحكي عنا إننا نعني فإننا نعني هي حركة الحيوان عم نحكي عن حيوان واحد ممكن طيور أو منطير أو هيك من المكان الذي هون ويرتجوا معنا الذي مثل ما لكم لاحظين الذي عاش فيه يعني إلى مكان مختلف والعودة رحلة ورحلة العودة إلى الموطن الأصلي لهذا الحيوان لحظة ترجع الموطن الأصلي لهذا الحيوان فتعريف هجرة الحيوانات هو حركته لهذا الحيوان من المكان الذي كان بعيش فيه إلى مكان مختلف ورجعته وهذا هي اسمه Animal Migration طيب منلاحظ هنا مثل ما لكم شايفين لو علمناها هنا في عنا حاضر تام مستمر Has been leaving هذا وحاضر والفعل والتصريف طيب ما رح أغير اللون مشا ما نضيع طيب اللون البعض بتنتهي Most animal migrations are recurrent events which happen at certain times of the year طيب ترجع ما بتقول معظم حيوان هجرات يعني معظم هجرات الحيوانات هي أحداث متكررة تمام والتي تحصل في أوقات محددة أو معينة من السنة كل سنة بنفس الوقت باختصار مشا ما نضيعه certain times البعض احنا أخذ لون تاني ممكن ناخذ هذا اللون Animal usually migrate to find food or to raise their young الغاية من هجرة الحيوانات هو هاي الحيوانات عادة تهاجر لي ليش بتهاجر؟ للسبب واللي هو تجد الطعام لتجد الطعام عفا أو لتربي صغارها فهي لهالسببين بتهاجر أما لذا مشان تلاقي أكل أو مشان تربي ولادة أو صغارها طيب الجملة اللي بعد بتحكي عن طيب هناخذ هذا اللون incredibly most migrating أو عفا incredibly most migrating animals follow the same route every year and from generation to generation بشكل لا يصدق أو بشكل مذهل معظم الحيوانات المهاجرة حيوانات المهاجر تتبع وتاخد نفس الطريقة the same route نفس الطريق كل سنة ومن جيل يالا جيل فبستغربوا أنه كل جيل عبد جيع بيهاجر بنفس الطريقة يعني يعني نفس الطريقة نفس الطريقة نفس الطريقة الولاد عبدتبعوا نفس الطريقة اللي شافوا أهلن يشوفيه أو ممكن ما شافوا أهلن حتى طيب بكمل لي هون بقل لي land animals may cross mountains or forge through rivers حيوانات اليابس هون حيوانات الأرض يعني حيوانات اليابسة يمكن تعبر الجبال أو عبر الأنهار بصراحة هاي الكلمة اللي ملاحظين هوني بعتقد انه كتبتلكون إياها بمعنى forty two تنان هاي هي تتقدم أو يعني بهذا المعنى تتقدم عبر الأنهار نحظين هالصعوبات اللي عب بهذا While birds and insects travel extensive distances بينما الطيور الطيور مرشة العصفير والحشرات تسافر مسافات شاسعة sometimes sometimes occurs continents and أحياناً أحياناً تعبر القارات وأوشينز المحيطات تمام الجولة البعض عم بحكي عن حيوانات اليابسة وعن الحيوانات الطائرة اللي هي الطيور فأنا الحيوانات اليابسة إنه ممكن هاي الحيوانات تعبر الجبال أو تتقدم خلال الأنهار تمام بينما الطيور بتسافر مسافات واسعة وأحياناً تعبر قارات ومحيطات يعني أدماً مسافات واسعة ممكن إنه تعبر محيطات وممكن إنه تعبر قارات من كتر ما سفرها طويلة طيب هلا حكا لي عن حيوانات اليابسة حكا لي عن الطيور هلا أضحكي عن الكائنات البحرية فبقال لي هون فيشان عاظر سي كريتش ماي ميغرد هالفوي راند الوالد الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى العظيم المخلوقات البحرية الأخرى يمكن تهاجر نصف المسافة حول العالم إن هجرتها هي نصف الكرة الأرضية قد ما طويلة هجرتها عم بيعطيني مثال وباللي هون فور فمثلا الحوت الفضي يمكن يسافر أكثر من عشرين ألف كيلو متر هاي هي صورة للغري وهو الحوت الفضي وممكن كمان نشوفها بطريقة تانية واللي هي هاي هاي هي صورته لهذا الحوت وطبعا قالوا لي إنه هذا الحوت ممكن يسافر عشرين ألف كيلو متر منكمل من أولا ما الميغرات تهاجر إلى المناطق الشمالية خلاله طبعا الصيف الشمالي مثل ما اتفعنا هاي هي لما يكون في الشمال الكرة الأرضية فيه صيف هاي طبعا شمال الكرة الأرضية وأكيد هاي جنوب الكرة الأرضية فهاي الحيوانات ايش بتعمل لما يكون الشمال فيه صيف ستطلعوا راحوا على الشمال طيب هايكمل اللي هون ويحكي لي إنه الجملة اللي بعدها في الخريف عندما يصبح الجو يبرد يعني في الخريف عندما يبرد الجو عندما يبرد الجو العديد من الحيوانات تهاجروا جنوبا لتجد الطعام و مناطق أتفع واللي هو الصيف الجنوبي هدا هو مثل ما يكون شايفين معنا تهولنا بهاجروا بجهة الجنوب لما يكون فيه خريفة بشكل عام في العالم والغاية لحتى شفنا مشان يلاقوا طعام مشان يلاقوا جو أتفع الجملة الأخيرة في النص بتحكي عن بعض الحيوانات تهاجروا كل سنة تفعلوا أو تقوموا برحلتين في سنة واحدة في بعض الحيوانات تعمل هيك بكمل لي و لكن أخرى تهاجروا فقط إذا هم احتاجوا طعام أو لطقس أكثر دفئاً مثل ما لاحظين انتهينا طبعاً بالمعنات اللي ملاحظينه هون هذا كل شي بالنسبة للنص النص فيه جملة 2-3-4-5-6-7-8-9-10 عشر جملة خاصة أنه هجرة الحيوانات باختصار أول شي عرفتنا الهجرة شو هي هجرة الحيوانات إنه هي لما منحكي أنه حيوان هاجر فمعنات أنه هذا الحيوان سافر وهي هي بلقيناها في الجملة الأولى سافر من المكان اللي عش فيه طول عمره ورجع لهذا المكان فهي اسمها هجرة أحداثها لهي الهجرات بتكون متكررة كل سنة بوقت معين ومخصص بهي السنة العادي إنه الحيوانات بتهاجر إما لتجي الطعام أو لتربي صغارها أو لتضع صغارها أو لتنجيب صغارها عبقلكم كمان هدول الصغار وبشكل غير مصدق هاي الجملة الرابعة إنه نفس الأولاد بتتبعوا نفس طريق أباءهم حتى لو كانوا أباءهم المعايشين فيظهر إنه هذا الشي مبرمج فيهم طيب حيوانات اليابسة بتمشي عبر الجبال وتعبر البحار بينما الطيور والحشرات بتسافر مسافات واسعة وأحياناً تعبر القارات ممكن إنه كمان تعبر محيطات الفيش and other sea creatures اللي هنن المحيوانات البحرية ممكن تهاجر نصف النسافة حول العالم وأعطاني مثال اللي هو الحوت الرمادي اللي ممكن يسافر عشرين ألف كيلومتر بعدين بالنهاية حكالي عن الهجرة الشمالية لما بكون فيه صيف شمالي مشان يلاقوا فيه كتير أكل وحكالي عن الهجرة للجنوب مشان الأكل ومشان الجو الأدفى فيه النهاية اللي فيه حيوانات شغلتها وعملتها تهاجر فيه حيوانات ما بتهاجر إلا إذا كان طبعاً بدا تجيط طعام أو مشان تقص أجمل هذا كل شيء من نسبة لدرس اليوم حكينا فيه مثل ما اتفقنا عن درس Animal Migration حاولوا ترجموا الأسئلة باختصار سريع ما أنو نطول كتير وقت ليش الحيوانات بتهاجر ولماذا أخاروات لا تهاجر لماذا بعض الحيوانات تهاجروا شمالاً في الصيف وجنوباً في الشتاء ذكرنا وفرة الطعام وهيك هل كل الحيوانات تقوموا بعدد الهجرات نفسها كل سنة مختلف وماذا تعتقد فوائد ومضار يعني منافع ومضار يعني الفوائد والمضار إيجابيات وسلبيات الهجرة